فيما يستمر التصعيد في الجنوب السوري وسط تقدم للقوات النظامية على حساب المعارضة تزداد مأساة النازحين والمدنيين المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن أكثر من 120 ألفا فروا من ديارهم في محافظة درعة منذ بدأت القوات النظامية هجومها لاستعادة السيطرة على المنطقة حيث حققت تقدما في الجزء الشرقي من المحافظة عشرات الألاف من الفرين تجمعوا حسب المرصد عند الحدود مع الأردن فيما فر آلاف آخرون صوب الحدود مع هضبة الجلان بينما توجه بعض السكان إلى مناطق سيطرة الحكومة ومع تفاقم الأزمة حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين من كارثة لأن المدنيين في درعة ربما يتعرضون للحصار والقصف على غرار ما حدث في معركة الغوطة الشرقية وفي ظل هذه الأجواء نقل الجيش الإسرائيلي مساعدات لآلاف السوريين الذين هربوا من درع باتجاه الحدود مع إسرائيل وأقاموا في مخيم مرتجل وتضمنت المساعدات أطنانا من المواد الغذائية لا سيما طعام الأطفال والملابس والأدوية الجيش الإسرائيلي لم يوضح كيف نقلت الإعانات إلى داخل الأراضي السورية لكنه جدد تعهده بعدم السماح بدخول اللاجئين إلى إسرائيل أما الأردن فأكد على لسان وزير خارجيته أيمن الصفضي أنه لن يفتح حدوده أمام المزيد من اللاجئين السوريين مؤكدا في الوقت ذاته استعداده للتعاون الكامل لحل أزمة النازحين الجدد داخل الأراضي السورية الأمور تطورت بصورة لم نكن نرغب بها ونحن الآن في وضع لا نملك إلا أن نستمر فيه في العمل مع كل الأطراف من أجل كما قلت وقف النار حماية المدنيين وتأمين الدعم والإسناد للمدنيين في بلادهم الصفضي أضاف أن الأردن يجري اتصالات مع روسيا للتوصل إلى آلية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين